معاينة حكيم حديثنا اليوم رح يتناول موضوع العنف الأسرية رح يتناول العدد من الجوانب اللي بتتعلق بأسلوب التربية بأسلوب العقاب وكيف ممكن يكون فيه نصائح تربوية مهمة جدا بالتعامل معهم أول خليني أخبركم عن حادثة صارت وهي جريمة حقيقة مروعة راح ضحيتها ثلاث أطفال والقاتل هو كان الوالد في مدينة حرم شمالي حلب يوم الأحد بـ 28 شهر الماضي يعني وقعت هاي الحادثة فيه سبب كان للجريمة سببين الروايتين انتشرت الأولى أنه كان فيه خلاف بين الأب والأم زوجته كانت ترك منزلة وأقامت عند عائلته من نحو شهرين ولما إجا لحتى ترجع معه رفضيت وهون طلب أحمد أطفاله لكن هني ما حابوا يروحوا مع أبوهم وتعلقوا بيأمهم فما كان منه غير أنه صحب المسدس وأطلق النار عليهم الرواية بتقول أنه الخلاف كان البين الأب وأولاده ولما ما وفقوا يجوا معه عصب كمان ورفع مسدس عليهم بقية تفاصيل القصة أنه الناس بتقولوا أنه ماهيك طبعا وأنه هو إنسان عادي يعني بس أنه عصب فرفع المسدس وصار اللي صار طبعا ما مننسى أكيد قصة كمان الطفلين أهل العثمان اللي كانت في أدلب والعنف اللي صار بسبب الطريق اللي كانت هي مربوطة فيها لحتى تسببت بوافاته أيضا كانت داول ناشطين على مواقع التواصل من فترة في عفرين طفل بعمر الخمس سنوات قتل تحت أسر التعذيب اللي كان على يد زوج والده أقدم نسمع كتير عن ضرب الأطفال الصغار كتير بسبب الصراخ المستمر بسبب أنه هني ما عم يرفو يسكتوهم وكنا حادثة أخيرة صارت بغازي عن تاب كيف أنه أب كان عم يضرب طفله بحتي يعني وعمره ثلاثة أشهر فقط يعني في كتير أحيانا الأهل بيعبروا عن العقاب أو عن الانزعاج أي سلوك آخر بهذه الطريقة بالرغم أنه ما فيه إحصائيات دقيقة لكن القصص اللي بتوصل حتى من إيذاء الأمهات للأطفال للبنات بسن المراهقة من الضارب من الإيذاء حتى في أمهات في أم كانت عم تحكي صبية طرت أنها تشتكي على والدها بعمر الأربطعشر سن أنه هي كانت تحرقها بالمي المغلية غير الإيذاء النفسي والكلمات والسباب والشتم عند أبسط الأمور أحيانا بيكون أحد الوالدي مضايق من الآخر فبيكون العقاب بالنصيب الأطفال وكتير من الأمور رحنا تعرفت على تفاصيلها أكتر حقيقة ما فيه إحصائيات رسمية لكن نشرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة حول العنف الأسري دراسي لها هذا العام بتقول فيها أنه التعنيف القائم على النوع بيعاني منه المجتمع السوري كان الصفع أو الضرب أو اللكم قارب تقريبا النصف كان بنسبة 45% كان التهديد بالضرب أو توجيه اللكمات من هاي العينة أيضا أو العينة اللي بعدها هو كمان عم يحدث بشكل متكرر بعدين ممكن يجي أحيانا الرمي أو الدفع بالقوة أو الرمي أرضا أو الركل حتى بالرجل كمان كان فيه إلو نسبة موجودة انشملت بالدراسة اليوم نحن قبل ما نتعرف على أسباب هاي القصة بنا نعرف شو هي أشكال العنف الأسري لهيك بيسعدني تكون معنا اليوم الأستاذي رميزة شيخ وهي اختصاصية نفسية للأطفال والمراهقين معها باكالوريوس في الإرشاد النفسي من جامعة حلب وخبرة أكثر من عشر سنوات في هذا المجال وأيضا يعني متدربة سابقة في برنامج بصير المدة عامين وهي مدربة ومستشارة مؤهل الآن في الفريق سعيدة تكون هي اليوم موجودة معنا على هوا راديو روزنا ضمن برنامجنا الصباحي روزنا متروزنا أهلا وسهلا فيك أستاذي رميزة ومنوني لوجودك معنا شكرا كتير يعطيكم العافية ساعد صباحكم جميعا وأكيد صباح متابعين راديو روزنا يعطيكم العافية وشكرا كتير على استضافة مرة تانية شكرا لحياة لك يعني أنا اسمعنا هاي القصص وحبيت أنه نبدأ فيها لحتى نتخيل لوين ممكن يوصل العنف تجاه ناس نحنا نتوقع أنه ما في أب بيعمل هيك ما في أم بتعمل هيك لكن حتى الصبح وأنا عم بسأل المتصلين أنه كانوا يتعرضوا للضرب كانوا يطروا أنه نكذبوا ببعض المواقف فحالات العنف الأسرية هي موجودة من زمان كأسلوب تربية ترى أستاذي رميزة أكيد أكيد هلأ إذا بنا نحكي أول شي بتعريف العنف الأسري هو أي سلوك يستهدف لإثار ذا الخوف عند الناس تمام بألوبه سواء كعن الأطفال أو الكبار بيستهدف أيضا إذن يعني يعني إلحاق إذا نفسي بالشخص أو الجسدي الآن غالبا أشياء التي حكيتيها هي مهمة جدا لما منطلع على المجتمع راح نشوف كتير من الأشكال العنف الجسدي الموجودة هلأ إذا بدنا نكون أساسيين بتحديد مفهوم شوي العنف الأسري أو ممكن نقول أن العنف ما بين الزوجين العنف ناحي الأب نحو الأسرة كلها أو العنف ناحو مثلاً الأب والأم ناحو الأطفال وحتى الأطفال مع بعضهم البعض أحياناً هذا الشجارة تبع الأخوة والسلوك العدواني بداخل العائلة هذا ممكن يكون أيضاً أحد أشكال العنف الأسري هلأ الأشكال المحددة للعنف الأسري هي صراحة ممكن أن نخصها بثلاث أشكال حضرتك بالمقدمة ذكرت كثير بنواع العنف اللي ممكن تكون تحت العنف الأسري لكن كثير منركز أحياناً على العنف الجسدي اللي هو واضح اللي تضرب الركل والصفع مثل الحبس والضرب إلى آخره هذا أشكال العنف الجسدي وغالباً هو الأكثر خلينا نقول شيوعاً يعني الأكثر منسمعه أكثر شيء أو خلينا نقول أكثر شهراً لكن النوع الثاني من الأنواع العنف الجسدي وهو صراحة أكثر انتشاراً هو العنف النفسي العنف النفسي اللي بيكون عن طريق مثلاً الألفاظ النابية أو البؤسية استخدامها مع الأطفال أو الزوجين مع بعضهم البعض خلينا نحكي عن موضوع الإهمال نحكي عن أيضاً بيجي تحت موضوع التهديد التهديد إما بحرمان من الأطفال حرمان الأطفال من أشياء معينة مثلاً أيضاً المنع أو خلينا نقول مصادرة الحريات سواء كان بعمل المرأة مثلاً أو مصادرة حملات الأطفال هذا كلنا يعتبر تحت بند العنف النفسي خلينا نقول يعني أكثر الآثار شدةً هي نعجمي عن العنف النفسي النوع الثالث من العنف اللي ممكن نشوفه أيضاً بداخل الأسرة وهو أيضاً من أنواع العنف الأسري العنف الجنسي واللي بيكون وارد جداً ما بين الزوجين ضمن العلاقة الزوجية وهو الإجبار عن ممارسة الجنس بطريقة لا يرغب فيها أحد الشريكين بهذه الطريقة يعني ممكن بعض الأحيان أيضاً التحرش داخل الأسرة من قبل خلينا نقول الأخوة مع بعضهم البعض أو الأب طبعاً في حالات كثيرة يعني ممكن تكوني مستغربة في بعض الأحيان لكن على العيادة بتجينا حالات أب عم يتحرش ببنتهم مثلاً أو الأخت أو الأخ عم يتحرش بأختهم مثلاً غالباً هذا النوع من التحرش الجنسي مثل ما قالنا فيه إجبار عن ممارسة الجنس بطريقة غير مرغوبة بالنسبة لأحد الأطراب زائد أنه ممكن بعض الأحيان وحتى كثير منها استخدام الأطفال أو استخدام الزوجة مثلاً لممارسة الجنس وقابل المال مثلاً هذا كمان أحد أشكال عنف الجسرية تعتبر واردة يعني بثقافتنا يمكن أقل لكن بشكل عام بالعالم موجودة وهدول تقريباً ثلاث أشكال هنا الأساسيين بالعنف والعسرية أنا كمان بدي أقول أنه أكيد فيكم كمان أنتوا تشاركونا اتصالاتكم واستفساراتكم أرقام رح تتم تزويدة ضمن التعليقات البتر مباشر فيكم تتصلوا فينا على 090-350-5238 اتصال واتساب واتصال موبايل فيكم أيضاً على الهاتف الأرضي على 0850-777-765 تشاركونا اتصالاتكم مباشرتنا للأستاذي رميزة يعني أستاذي رميزة اليوم كمان ذكرت أنت أنه فيه أشياء نحن نستهجنا أنه كيف بتصير هذا النوع يعني حتى لا توصل لدرجة القتل أحياناً هل ممكن يكون فيه أسباب محددة نحن فينا نحدد نقول هاي هي أسباب العنف اللي ممكن تصي سواء كان نفسي أو حتى جاسدي أكيد بالحقيقة فينا نعدد يعني نحدد عدد من الأسباب أو شو اللي خلينا نكون هيك نفصلهم ضمن خانات اللي يكون علينا أوضح نقدر نفهمهم من أكتر الأشياء اللي ممكن أو الأسباب اللي ممكن تزيد العنف الأسرية أو تسببه هي موضوع الأسباب خلينا نحكي الاجتماعية تمام خلينا نحكي عن جزور مجتمعاتنا شوية العادات والتقاليد الموروثة الثقافية اللي موجودة خلينا نقول كيف أنه أحيانا يعني لأنه غالبا غالبا العنف اللي بيمارس ضد المجتمعات عم يجي من الرجال هلا أنت بكتر القصص اللي حكيتيها يتم الإبلاغ عن العنف يعني يمارسوا رجال ضد النساء مثلا أو الآباء ضد الأطفال مثلا غالبا ما بسمع كثير عن النساء أنه عم يعملوا هذا الموضوع لأنه درجات الإبلاغ أقل وغالبا المجتمعات مثل ما حكينا لأنه نسي بتربية الرجال على أساس أنه هو القائم على العائلة وبيعطوا القوة والسلطة والتسلط والحكمة وهو صاحب القرار غالبا هذا عم يتنفهمه بشكل خاطئ من قبل المجتمعات وبالتالي أعطاء هذه القوة بيخليه أحيانا مثل ما منقول إذا تصرخص معه القوة وما بيقدر يستخدمها بشكل إيجابي وجهد فبيطلع وقتها العنف الأسري فإذا الأسباب الاجتماعية هي واردة جدا وبالعكس هي من أكثر الأشياء اللي ممكن تسبب العنف الأسري النوع الثاني من الأسباب إن الأسباب الاقتصادية خلينا نحكي هلأ نحن بسوريا أو بالعالم بشكل عام الأسباب الاقتصادية تعتبر من أكثر الأسباب اللي ممكن تعمل ضغوطات على الأفراد سواء كان مثلا فقد على الموظيفة خلينا نقول مثلا زوجة الزوجة ما متفقين على المصروف كيف لازم يكون خلينا نقول مثلا بعض الأحيان ممكن يكون في خسارة لا موارد معدية معينة أو موارد ضعيفة أصلا تفوت على الأسرة عدم قدرة على تربية الحاجات الأساسية للأولاد كثير من الضغوطات هي الاقتصادية جدا تعمل هاي المشاكل اللي متعلى بالعنف الأسري النوع الثالث وهذا مهم جدا ودائما لازم نركز عليه هي الأسباب المتعلقة بالشخص ذاته تمام بمعنى أنه بعض الأشخاص ممكن يكونوا هنا الأصلا نتلقوا العنف هنا الوصغار تمام فأثر على شخصياتهم فتكون عندهم نوع من المشاكل النفسية أو الاضطرابات النفسية خلينا نحكي بشكل أوضح مثلا كثير من الناس بكون عندهم عدم قدرة على ضبط الانفعال أو ضبط الغضب وهي بتكون مشاكل نفسية واضحة بعضهم ممكن يكون في عدد الاضطرابات شخصية معينة مثل أحيانا الشخصية السيكوباتية مثلا الشخصية خلينا نقول بعض الأحيان الشخصية النرجسية وإلى آخره كلها دائما بيكون في عندهم هذا النوع اللي متعلق بالسلوك العدواني بحسب النوع الاضطراب طبعا الأسباب النفسية خلينا نقول هي بتكون جاي من التربية بتكون جاي من التحديات التي تعرض لها الشخص بيته وقت حياته مع أسرته أو مع الوالدين إلى آخره وأيضا الصدمات الكبيرة بالحياة جدا ممكن تنقل الشخص يعني ضغوطات كتير كبيرة خلينا نقول أبنه وبعد يعني هذا الشخص اللي كان قتل طفلته ممكن بعض الناس يقولوا هذا كان طبيعي ونحنا مشوفه بيناتنا أنه منيح لكن هذا الشخص إذا بترجع لتقييم حالته خلينا نقول النفسية والعائلية والتاريخ الصحي ممكن تلاقي كوارث صارت فيها نعم أستاذي رميزة يعني كتار يعني هاي النقطة بالذات بيخافوا أنه هني تعرضوا للعنف بطفولتهم يكون في عندهم نقلوا لأطفالهم بطريقة غير إرادية يعني كتير أمهات بتقول أنا والله ما كنت حب طريقة أمي بتربيتنا كيف كانت تعييت علي أنا وأخواتي أنا وأخوة يعني بهدلنا تعذبنا بس بلاقي حالي بيدوجوني لولاد بقوم بضربون بزعل بعدين بقول ليش هيك عملت بس ما بعرف شو بدي ساوي يعني بتصير كتير غصب لعنا بتقول بدي ربي هم ما بيهدوا غير هيك طبيعي هلأ هلأ خلينا نقول إنه شوي هذا سؤال مهم جدا بالحقيقة وبيتكرروا عبر العصول إذا بدك هل يا ترى للشخاص اللي يتعرضوا للعنف هل حين إلوه يمارسوا مع أطفالهم بالحقيقة هو هذا يعني بدرجة كتير كبيرة بحسب الأحصاءات نعم رح يمارسوه باتجاه أطفالهم ليش على أول شي لا لا سببين أساسيين الأول إنه غالبا بس يكبروا هذول الأشخاص آم ما بيكونوا في عندهم الأدوات اللي ممكن تساعدهم على أنه يستخدموا سلوكيات بديلة كمان فالسلوك الوحيد اللي بيستخدموا لضبط الأطفال هو العنف تمام فبتلاقيهم إنه ما في أحد الكتب مرة قرأت عم يحكوا عن العنف وتوارثوا عبر الأجيال فكان سائق شاحنة وكان هو عم يعني كتير تعنف من قبل أهله فصعد معه أحد الأشخاص إلى هذه الشاحنة فعم يحكي معه فعم يقول له لا لا بقى تقول لي احكي معه بطريقة أفلانية الضرب هو أحسن شي طبعا هذا الرجل كان عم يلك الأصل فعم يقول له الضرب أحسن شي أم قال له ليش أم قال له ليكني أنا يعني تربيتوا أهلي ضربوني ولكني ما أحلعني رجال كتير منيح وبمعنى أنه أنا ما في لي شي ومنين بيحكوا بجوه المشاكل والأبطرابات هذول الأشخاص بالذات نفسيا هنا بيكونوا عم يشوفوا حالهم بداخلهم أنه بيستحقوا هذا النوع من العنف لأنه هنم بيستحقوا بداخلهم بيرجعوا بيمارسوا مع أطفالهم لأنهم كمان بيستحقوا أن يضربوا ويتعنفوا ويتربوا تمام؟ فلهيك بصير التواتر عبر الأجيال وبيصيروا بيوقلوا ثقافة العنف من جيل إلى جيل آخر فإذا السبب الأول هو أحيانا ممارسة العنف بتكون بنتيجة أنه هذا الشخص تعرض للعنف وبالتالي ما تربى غير على العنف وما عنده وسائل تاني بالتربية يستخدمها فما تنال تدريب ما عنده تثقيف والشخصية تبعه ما بتساعده بمعنى أنه هو عدبة العنف تكون عنده قريبة أو عدبة الانفعال فبيغضب بسرعة فالسيطرة على الغضب هذا كمان بده تدريب وبده تغدير وتعديل من الشخصية رحنا نشوف بعد شوي كيف منقدر نتعامل معه لكن اللجهة المشرك من هذا الموضوع أنه رح تقولي كمان بعض الأشخاص أو بعض الناس اللي ممكن يتعرضون للعنف ممكن ما يمارسوا في نسبة معينة ما يمارسوا هذا العنف شو السبب يا ترى؟ السبب حسب الدراسة وجدوا أنه ممكن أحيانا هؤلاء الأشخاص لما كبروا النطج طبعهم ساعدهم النمازج الإيجابية اللي ممكن تكون مرت في حياتهم غير الطريقة التفكير طبعهم وأثرت على الشخصيتهم بشكل إيجابي فبتلاقيهم أنه ما بمارسوا هذا العنف وبيقولوا لا نحن رح نروح لطرق تانية لحتى نقدر نربي في أولادنا فهذا التغير إذن الإيجابي موجود لكن مثل ما أنا بيجي بنسبة أقل شوي وبدو ظروف جيدة لحتى تدعمهم رح أخذ اتصال أستاذي رميزة إذا بتسمحيني ألو ألو أحمد ألو 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 صباح بخير أحمد عم بيسمعك تفضل صباح الخير سألواتكم بدي صباح الدكتورة بدي عندي سؤال نحن عنه فهوم خاطئ بشكل عام إنه الولد إذا ما ضربته بيمشيك عكيفه الولد اذا ما ضربته في جنر يعني هذا المفهوم الخاطئ شو الواحد يعني ، يعني أنا هذا الفيديو هذا المكالمة هي بدي فشكل عام بدي يبعثه لكل الناس اللي بيقصوني لأهلي ولأخواتي لاني كلهم عبتبوا هذا الاسلوب مع الأسف شو الحل يعني اللي أنا في عندي اسلوب موضوع الحرمان المواقبة بالحرمان للشغلات اللي بيحبها الطفل انا هذا بصراحة الاسلوب عبتبوك وياريت الدكتورة تشرح لنا شو هي الاساليب الغلط وشو هي الاساليب الصح بحيث انه ربي اردنا تربية صحيحة وشكرا للكون يسعدون وهاتك احمد شكرا كتير لك يعطيك العافية اهلين استاذ احمد خلينا نقول فعلا المفهوم الخاطئ لحضرتك عم تحكي عنه منتشر جدا وفيه له خلينا نقول جمهور الودعفعين عنه تمام فلما بتقول له لا تضرب لا تعمل هيك هذا بيأثر عن السيطة تطفل الى اخره فبيجيك من طريقة انه انت شو بيعرفكم نصلا هي التربية الحديثة سرعطونا فيها والى اخره استاذة بيقوله انه هذا شو بيفهمه هذا الولد هلأ اه بدي حكيه وبيدي اقعده لك ما بيفهم الحقيقة في كلمة سحرية هون دائما من اولى تمام بتربئ يعني ابنك على ما ربيته انت فبتقلي انه ما بيفهم غير بالضرب معناه انت اول شيء ثبو اخر استعملته مع الضرب كيف بديوا يفهم بالحكي بعدين تمام فالقصص هو انت قرارك كشخص كأب او ام هل انت فعلا بتكتل حق تضرر باطفالك هذا القرار يهم جدا بداخلنا على فكرة كل الامحات وكل الابا بيجوا لعناه على العيادات اساسي ليش بيجوا اصلا هل العلاج اطفالهم بمختلف الحالات بيجوا هن من عالجهم كيف بيقدروا يساعدوا اطفالهم بانه هن يضبطوا اعصابهم معهم يكونوا ثابتين انفعاليا بمعنى ما يبلكوا الغضب ما يستخدموا الضرب وإلى آخرين فالموضوع اذا هو بانت قرارك كشخص هل انت بدك تأذي اطفالك بمعنى معين انت بتعرف الاثار فبع هذا الضرب شو ممكن يعمل بالمستقبل هذا امر مهم جدا فالشخص اذا عفوا منك اذا كان ما قادر ينفتح على هاي الفكرة فغالبا غالبا في مشكلة كبيرة كبيرة بيقناعهم فالموضوع هو اذا من قرارة الشخص لازم يكونوا منفتحين على هذا الموضوع ويبلشوا انه يغيروا طريقتهم لانه اثار للألف متما حكينا بتبين عليه ان هنا انت شخاص وبعدين على اطفالهم الطرق صراحة متعاكدة كتير متل ما حكيت اسلوب الحرمان خلينا نقول ما بيخص الاشياء اللي علاقة بالاساسيات الحرمان من الاكل مثلا او الحرمان من النوم الاصص الحرمان بتكون من الاشياء المحببة اللي بتعتبر انشطة مثلا مثل استخدام الايباد مثل مثلا انه نروح لنشاط معين او حرمان جزئيا من مصروف معين مثلا الى اخره بحسب كل عاقبة هلا نحنا هون في عمنا خطوات بعدين رح نعرفقهم عليها اكتر كيف نتعامل بوقت حدوث الخطأ تمام؟ شو ممكن نعمل؟ شو ممكن نساوي الى اخرهين بالتدريج رح نحكيها واحدة ورا واحدة تمام؟ اذا بتحبوا نحكيها هلا سيدة بنروفة ايه بيكون كمان مناسب يعني بما انه نذكر الموضوع انه بعد انه انا يعني بعاقب اخوه الاكبر منه لانه هو السبب يعني كمان اذا كان في عنا اخوي فبيتعاقب شخص وشخص تاني لا او بيخلي واحد يعاقب التاني فكمان هاي الطريقة موجودة هاي السلطة دائماً لما نعطي السلطات لحدة اخوه اصلاً ما بيبلك السلطة فالمرجعية اذا لازم تكون اول شي باساساً بموجودة بين ايدين الابوين تمام؟ ولازم يكون في تنسيق بين اعتنون غالباً القرارات اللي هيك ما بيكون فيها تنسيق بتعمل بتخليهم يكونوا مضطربين ما عرفانين يعني شو ينهزوا الاساس كمان انه لازم يكون في قوانين اساسية بالبيت انه الضرب ممنوع بكل الاتجاهات من الاب للاطفال من الاب والامة بين بعضهم البعض بين الاطفال بين بعضهم البعض فلما بتبلش ترسي هذا القانون اوكي بعد هتجي الخطوة التانية تبعا انا كيف تدخل على الخطأ تمام؟ فلما في قانون اساسي ممنوع الضرب هذا كله بيلتزم فيه بعدين بقى يجي الخطوات التانية اللي هي تقريبا التعامل مع الخطأ اللي ممكن لخصة بخمس خطوات الخطوة الاولى هي الهدوء اول شي الهدوء طبعا اذا كتير ممكن يسألوني انه هاي الهدوء شغلة اصلا بده كتير كبيرة فعليا بده قرار وبده تدريب فكل الناس اللي يجبع لنا على العيادات مندربهم كيف يكونوا هادئين تمام؟ الخطوة الاولى وكيف يتعاملوا مع الانفعال ويكونوا ثابتين انفعاليا الخطوة التانية ما بعد الهدوء بدك تسمع تسمع شو المشكلة ما بينه وبين اخوه شو مشكلة اللي عنده اصلا ليش هو عم يدرب او ليش ممكن يكون عمل هذا الخطأ تمام؟ تمام الخطوة التالتة واللي جدا مهمة ايضا ما بعد الاستماع انك انت مو ضروري تاخد ريأكشن مباشر او ردفع المباشر يعني اذا بقلب المشكلة والولد عم يعمل نوبي تغطب الى اخره انت بدك تحلى بهذا الوقت ما بيمشي الحال تمام دائما تكتعطي وقت لحالك وقت لطفلك ايضا حتى هو يفكر بالموضوع الى احنا بس تهدوا مع بعضكم البعض تمام بيجي دور الخطوة الرابعة اللي هي مناقشة الخطأ بالحقيقة بمناقشة الخطأ في امر كتير بوهن وقت في كسر الكاسي تمام بعض الامحات وبعض الاباء ممكن يكونوا كتير انفعالين بهذه الشغلة جدا بسيطة تمام فهون بيدخموا الخطأ والولاد بالنتيجة شو بيصر لهم بيخافوا كتير وبيقلقوا وهذا اللي بيعمل عند الاطفال عادة الاعراض المدعى الاب القلب جيب ابوه مصاري وراح فقبلشوا يتعاملوا على الاساس انه انا ما بدي بلش لو دل ورجي انه هذا الخطأ كبير وإلى آخره نعطي دائما الخطأ على قد حجمه تمام وعلى قد هو قدش ممكن يسبب على خلينا نقول على المستقبل الطفل فاذا بناقشت الخطأ لازم نقول فعلا على قد الخطأ اللي عم نعمله اللي عم يعملوا الطفل ما نضخم كتير ما نخوف وما نستخدم الاساساليب اللي إلا علاءة للعنف والضرب الخطأ الخامسة واللي هي كتير مهمة جدا هو شو العواقب اللي حنستخدمها مع هذا الطفل شو النتائج العواقب المفروض تكون من جزء العمل تمام من جزء العمل نفسه عواقب طبيعية بمعنى إذا كسر إذا خرب إلى آخر يكيه لازم هو يصلح هذا العمل يكون مشترك شخوك على الخيط على الخيط رماء العابة على الأرض ولازم يكون مشاركة بي عملية الضبط والإلى آخر نعم هلأ العواقب الطبيعية جدا مهمة ومن ضمنها أيضا بيكون الحرماء من الأسطة المحببة انت عملت هيك فالنتيجة الطبيعية شو ماما لازم نعمل هيك تمام فبتلاقي الأطفال النقطة بدي أحكيها جدا مهمة هذا السيستم اللي عم نحكي عنه باب يمشي حاله من مرة تمام استبات التكرار استخدامك أسطوك في الحياة هذا المهم انت كأب هل أنت نموذج جيد لضبط الانفعال ولا أنت بتصرخ على اليمين والشمال وتضرب يمين والشمال بعدين تقول لأبنك لا تضرب أخوك ما فينا نكون هيك شو لي بيسمح لك وبعدين الأخو للأبن ما بيسمح له يستخدم العام مطعم أنت كنت عم تستخدمه فالموضوع بيبلش من الأهم بعدين بينتقل للأطفال بس وهو سيستم حياة مثلك أنه أنت دائماً عن تستخدمه القرار ما له سهل تمام سيدنا وعند الأهالي كثير من الصعب ضبط الانفعال أنا معهم تمام أنا من الناس اللي اشتغلت على حالي بينما أقدرت أضبط الانفعال مع أطفال ما له سهل أبداً لكن إذا أنت أخذت القرار عموماً بيساعدك جداً جداً بأنك أنت تبلش تشتغل عليه فالثبات الاستمراري هذول الأمور مهمة جداً طبعاً أنا ما رح أحكي معكم هلأ بس لا يجي أبوكم أنا بدي أترك البيت وروح خليجي بلكم أم تانية أنا ما عاد حبكم يعني هاي الكلمات كمان بتصير فهل هي ممكن تتراجع يعني شو تتراجع كيف ممكن تتعامل وتترجع هي موجودة بالبيت هي ما أكيد بتحبهم بس هاي الطريقة اللي بتتكري شو اللي بتخلق بينه وبين ولاده خلينا نقول هون هذا النوع من العنف اللي عم تستخدمه لأمه هو التحديد تمام التحديد بالترك التحديد بالحرمان التحديد بالفقدان إنه أنا بروح أتركهم خليجي بلكم عادةً لأولاد أو الأطفال ما يفكرون إنه نيهن إنه وجودنا معهم دائم بيخليهم إنه ما يصدقوا هاي الأصاص إنه أنا موجودة دائماً أنا بس عب قل له رح أتركهم لكن عموماً الأطفال ما بيقدروا يفهمهم مثل ما نحنا منفهم ما بيقدروا يفكروا مثل ما نحنا منفكر وما بيقدروا يفهم اللغة حتى نحنا مثل ما منفهمها غالباً بس قلت بس جيتي إنتي لطفلك إنه أنا بدي أتركها هو بيبني لحاله سيناريوهات مختلفة بتخليه خاف يقلم أكيد رح تتركني أنا رح أصير بلى أم رح يجيبولي أم تانية أنا رح تريب بالشوارع أمي ما بقى رح شوفها بتجي بعدين هاي الأصاص كلياتها على طريقة أفكار ومخاوف يومية بتأثر على سلوكياته بتأثر على أداؤه مع الأطفال الآخرين علاقاته الاجتماعية نفسياً بتأثر على نومه بتأثر على أكله بتلاقي التبول بلاش يصير وإلى آخره دائماً دائماً نقول للأمهات والآباء كل شيء فيه شيء بتعرفوا إنه تماماً رح يخاوف الطفل لا تعمله لا تقوله تمام؟ لا تقوله حتى لو بتعرف القرارة نفسك إنه أنت أفكار الآخرين أنت ما حتى تتركه تمام؟ ليش بتقوله أنا بدأي تركك وروح تمام؟ فالموضوع هو إنه أي شيء بتشعر في أن الطفل هذا ممكن يخاف منه لا تعمله بالأساس ما تقوله ما تهدد فيه ما تقول أنا بدأي تركك ما تقول أنا بدي أعملك كذا بالعكس اللي بدأك تعمله هو عكس هيك تماماً ماما أنا باقية معك ما بقيت هالشجر بالأرض هذا بيعطيش سؤال الأمان تمام؟ هذا المحبة شيء وتصحيح السلوك شيء تعليم مختلف في فصل هذول اتنين عن بعضهم البعض هذا أمر مهم جداً نعزم كثير لأحاليين توقيتهم في معنى كمان اتصال آخر أستاذي رح ناخد اتصال موبايل ألو تفضل تفضل مجد الله أعطيك العافية كيف صباحك أنت وضيفتك الله يسلمك تفضل شو سؤالك للأستاذي رميزي في نقطة أنا وأخي نشتغل بنفس المكان بس سمعت أنا كلمة من شوية عم تقول أنه الإهمال مثلاً من طبيق تحت التعنيف الأسري الله أنا أخي بيشتغل تقريباً 15 أو 16 ساعة باليوم فصر لي أنا فترة عم أحكي معه أنه أنت مثلاً ابنك مثل ما إله حق عليك أنك تجيب له مثلاً فلان أكلة أو فلان لبسة أو فلان شي مثلاً إله حق عليك أنه تعطيه من وقتك مثلاً فهو ما عم يمضي وقت مع ابنه نهائياً يعني بيروحش على البيت مثلاً بيرجع على البيت ساعة 11 أو 12 في الليل وبيرجع من وش الصبح بيرجع بينزل على الشغل فهي نقطة كمان أنا يعني يعريت تعلق عليها الأستاذة أنه مثل ما نحن أولادنا من حقنا من حقهم أنه نقدم لهم أشياء مادية لازم نقدم لهم أشياء معنوية ونعطيهم من وقتنا شكراً كثير شكراً لك عزيك العافية شكراً لها نقطة الإثارة نقطة لهم سيد مجل بالحقيقة خلينا نقول أنه لما بيكون نوع الاهتمام بالأطفال هو قسمين خلينا نحكي عن القسم المادي تمام اللي هو تأمين حاجات الأساسية العناية بالأطفال من الناحية التلبية الأكل الأشياء المتعلقية حاجاتهم بالمدرسة حاجاتهم اليومية من اللبس وإلى آخرية النوع الثاني هو الاهتمام المعنوي أو الاهتمام النفسي وهي القضاء الوقت المحبب مع الأطفال الآن في عنا القضاء الوقت مع الأطفال في عنا الكوانتيتي تام والكواليتي تام الكواليتي تام والجودة بالوقت غالباً كثير من الأحالي حسب أخوك أنه عم يشتغل 15 ساعة قضاء مدة مثلاً نصف ساعة أو ساعة يومية مع الأطفال بلعب بدردشة هو يعتبر من الوقت أو جودة الوقت الجيد اللي ممكن نعطيه مع الأطفال غالباً بهذا الكواليتي تام يعني الوقت الجيد بنقول عم نعطي الأطفال خلينا نقول القيم اللي نحن بنحبها بنعمل تواصل إيجابي معه جيد بنأثر بشخصياتهم بناحية معينة بنقيم سلوكياتهم بناحية أخرى من خلال تقدم القصص أو الدردشة الكنام بالحقيقة بيكون مؤثر جداً بالحال اللي أنت عم تحكي إياه سيد مجد وأخوك عم يكون هو الأب الغائب تمام بالتصريفات التربوية هو أب غائب بمعنى يعني ما له أي تأثير على النو الشخصي والنفسي للطفل تمام فهذا الطفل هو ترباية أمه فقط تمام وهذا بيخلي الطفل يخسر عدد من القيام وخلينا نقول خلينا نقول بعض الصفات اللي ممكن يكتسبها للطفل من والده اللي هي الشعور بالقوة الشعور مثلاً بالأمان اكتساب بعض الصفات الشخصية اللي علاءة به خلينا نقول الصفات الزكورية معينة مثلاً البنت كمان الشعور بالأمان استمداده من الوالد فقضاء هذا الوقت مهم جداً الحقيقة عدم قضاءه مثل ما حكيت نصنف الوالد من الغائب وغالباً لازم يحاول أن يرجع يقضي هذا الوقت مع أطفاله حتى لو كان هو وقت قليل أنا قلت أنه مول شرط لا ساعات ممكن أحياناً نصف ساعة في اليوم ساعة في اليوم ندردش فيها نحتي بطريقة مهمة هذا جداً بيساعد على ومش خصيات الأطفال بشكل مجال نعم في معي كمان اتصال تانية على الواتساب قاله صباح الخير أبو محمد صباح الخير يوم مباركة عليكم يا رب شكراً أبو محمد تفضل شو سؤال أنا عندي الطفلي عنده تأخر بالنطف عمرو أربع سنوات أحياناً في عنده تصرفات عنده في عناد كثير بسمع هو سماعه كويس ويناله تطبيق سماعه كل شي سماعه كويس وكل شي ولكن عنده عناد أحياناً يشوف أخوه مثلاً عبابتي بيتي بيهجم باطله لأخو باطله لأخو وفيه شغلة لأخو بيجي بانطح أبوه أو بانطح أمه مثلاً بيري كذا يعني يعبر عن فرحه ولكن يعني هالطريقة هاي معنه نحن معنا تعنيك بالنسبة لي تعنيك للطفل ما فيه فهذا بجوز يعني عملني مع بحكي هيك ولا شلون وفيه كمان شغلة دور المدرس الأكبر منه ابني الأكبر منه بالروضة راح على المدرس كان أناني كتير راح على المدرس ورجع فقال الأستاذ هيك هيك إنه البيع تازم وتأكلوا أي شغلة طعم وخط يعني شلون إنه دور المدرس ببعي الصفر نعم وشكراً شكراً أبو محمد يعطيك العافية أهلاً أخي أبو محمد هلأ بالنسبة للأطفال كلي عملوا أربعة سنوات اللي عندهم كمان خلينا نقول قديش درجة المشاكل بمطق عنده هذا مهم جداً هل هو عم يفهم اللغة ولا ما عم يفهمها هل يا ترى عم يقدر يلفز بيقدر بيحاول بشكل جيد ولا لأي درجة ضعف النطق هذا يعني يحددنا الحال ليش ممكن عم تبشي بهاي اللحظة الطريقة يعني ليش ممكن عم يكون عم يستخدم العنف مشاكل النطق الغانب أن تكون مترافقة مع مشاكل أخرى استخدام اللغة يعني عن حاجاته الأساسية خلينا نقول ما بقدر يتفاهم مع الآخرين باستخدام اللغة اللي هي عادة بتكون طبيعية بين الأطفال وبنشفر يستخدموها لحتى عبر عن حاجاتهم الأساسية يتفاهموا مع الكبار يتفاهموا مع الأطفال من نفس عمرهم فغالبا القصور اللغوي هذا بيعمل مشاكل قلغة عند الأطفال تمام بيأثر على شخصياتهم بيأثر على نظرتهم لذاتهم يعني ممكن كثير الطفل يشعر بأنه أخو أحسن منه لأنه بيحكي أفضل منه حتى لو أنتم ما قارنتوا بيناتهم بس هذا الأحساس الداخلي دبع الأطفال ممكن كثير يكون موجود فغالبا هاي المشاكل مثل ما أنا بصير بتأثر على النفسية والشخاصية عنده تمام فيبلش يعمل هذا تبع السلوك للعدواني تجاه الآخرين حتى هيك يثبت ذاته لوجه ذاته بمأنه يستخدم اللغة إلى آخرين أفضل الأشياء تماما هاي سؤالي إنه شو يعملون بهذه الحالة أفضل الأشياء التي يمكن أن نعملها أول شيء يخضع الطفل تقليم جيد فيما يتعلق بموضوع النطق واللغة تمام يشوفوا النقاط الضغط وينها ويبقى شو يحاول ويرموها هذا أول شيء لأنه غالبا يصير يمتلئ هذا المكان الفاضي بموضوع وإستخدام اللغة وقدرته على التعبير لما يبدأ يمتلئ عادة التنثقة بالنسبة يبدأ بشكل أفضل بعدين يشتغلون على تعديل السلوكيات التي يقل على الضرب وإلى آخرين من خلال القوانين من خلال التشجيع جداول السلوك غالبا الأخصائي يساعدون جدا أنا بنصحل أنه يشوفوا أخصائي يستشيروا وبعدين يحطرون هاي الخطة الأخصائي السلوكية التي تكون فيها مشاكل كمان هو يتحدث عن دور المدرسة يعني الحالي هون تكون إيجابية نوعا ما لكن في بعض الأحيان تكون نتائج أحيانا سلبية تماما هذا يفرق بالمدرسة وتوجهاتها خلينا نقول أو بالاستاذ الموجود بالصطف أو المدرسة هل هي جيدة أو عندها وسائل جيدة أو المعلمين اللي عندها خلينا نقول المدربين بشكل جيد مؤهلين بشكل جيد مو مظم خلينا نقول المدارس اللي خلينا نقول بتحترم حالها تمام الأماكن خلينا نقول من الرغضة تقول أنت تحترم حاله النازل يكون في عندهم معلمين كفئين مهنيين يركزوا على قدرات المشاركة عند الأطفال زيادتها تمام هذا يبدلش من أيام الرغضة ففعلا لما ببلش يروح التقل على الرغضة في البيت لما ببلش تقول له أن المشاركة الأساسية ورح نتقسم اللعبة هلأ أنت دورك بعدين دور وهذا يعلم الأطفال كثير فالموضوع المدرسة مهم جدا بالبيت أيضا مهم المدرسة على فكرة بالمحارات الأساسية لتربية بمرحلة الرغضة كثير يتركز على المشاركة التفاعل إيجابي مع الآخرين مع الأطفال طريقة الكلام التأديم السلوكيات يعني خلينا نقول استخدام السلوكيات المؤدبة مثل الطلب الاحترام الكلام بطريقة معينة إضافة لا تدريبا على المهارات الأساسية المتعلقة بالأكل طريقة الأكل مثلا اللعب خلينا نقول النظافة كل هم هدول طبعا تأثير المدرسة أكيد كتير كبير وممكن يكون على الطرف التاني كتير سلبي بمعنى أنه ممكن أحيانا يسمحوا بالتنمر وما يكونوا في عندهم ممكن أحيانا المعلمين يكونوا عم يعتدوا على الأطفال بشكل ما ممكن أحيانا استخدام الإهانة اللوظية ما في أبشع منها مليان العيادات بالأطفال اللي عم يعانوا من حالات التنمر في المدرسة فأكيد دورها أساسي تماما وهون يمكن كمان الأهل بني يضلوا مراقبين لكيف عم يصير هذا التغير مع أطفالهم طيب في عندي سؤال يمكن هو كمان للأسف عم يرصد كمان حالات عنف يعني هو بكاء الأطفال المستمر فبيوصلوا بعض الأهل وشفنا اسمعنا بعض الأصص وحات حادثة أخيرة بغازي عن تاب أنه بيصيروا الأهل أو الأب مثلا أو الأم يؤذوا هذا الطفل حتى يسكت لدرجة ممكن يعني الطفل يموت فهون إذا كان يعني كمان بني لقوا حل أنه البكاء المستمر أحيانا بيكون محرجة الأهل هدوء أكتر فهون في عنا سؤال من ناسيم عم بيقول شو الطريقة لإرضاء الطفل عند البكاء كيف نتعامل معه عمر الطفل سنتين هون آه سنتين هو طفل صغير فهلأ حاليا ما بيفهم باللغة تمام فالأطفال اللي ما بيقدروا يسكتير يفهموا باللغة غالبا لازم نكون قادرين إنه نحتضنهم تمام ممكن أحيانا نستخدم القصص البسيطة جدا اللي فيها صور تمام ممكن جدا استخدام الأشياء أو أسانيم التهديئة المتعلقة مثلا بتدليق جسم الأطفال بالفحص إذا كان شو سبب البكاء اللي عندهم أحيانا بعض الأطفال ممكن يصير في عندهم مثلا مقص أو أمراض معينة وهنا لأنه في عندهم لسه بعمر السنتين وشوي اللي لغة عندهم ما بتقوم متطوير لدرجة أنه يعبروا عن حاجاتهم الأساسية فالمحث بالحاجات أمر أساسي تمام استخدام تماريا التهديئة لأطفال يعبرون سنتين كتير أو ثلاث سنوات اللي هي على علاقة بالأحتضان محاولة مثل ما حكيت التدليق بعض الأطفال من نعلمهم أنه يستخدموا ينفخوا مثلا الشمعة معنا ندربهم على هذا الموضوع بعض القصص اللي بتحاول أنه تورجيهم أنه من نحاول مثلا ما نبكي هذا الولد كان عم يبكي كتير شوف بعدين لما نضحك كيف صار أكثر كيف صار أفضل فهذا بنت شوي توني تبال لحتى نقدر نسيطر على نوبات الغضب عند الأطفال الصغار مثل ما حكيت من أهم الأشياء أنه أنت ما تكون نموذج سلبي بمعنى إذا كان هو عم يبكي وجيت أنت صرقت قدامه أو عصبت عليه أو ضربته هذا رح يفهم أنه أفضل شي بالنسبة لصادق حتى أخذ احتياجاتي الأساسية بعمر السنتين من المهم جدا ننتبه تفاصيل عند الأم والأب كمان أنه تلبية احتياجات الأساسية للطفل بشكل قريب وجودك حواليهم بشكل دائم هذا يساعدهم جدا على أنه يعمل تعلق آمن يخف الألاء ويخف نوبات البكاء بينما إذا كان في عنا مثلا أهل أو أب أو أم يغيبوا على أطفالهم لدرجة كثيرة كبيرة مثلا موكلي التربية لحد تعليم مثلا مثل مجرد مجرد ما عم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطفل هذا بساعد فكلما كان فيه تعلقات آمنة بالطفولة غالبا وبعط المقاملة يستطيع عليها أكثر وبتكون خفيفة كمان هون أحيانا بيكون أحد الأبوين عنده طريقة أنه حتى يعتبروها تربية حديثة وحاب يتأكد من حضرتك منها أنا بدي عاقب هذا الطفل فبعمل زاوية بالبيت هي زاوية للعقاب بحطه كل دقي يعني بسجنه أو بحطه فيها مكان دقيقة عن كل سنة من عمره فإذا كان عمره سنة فبحطه دقيقة إذا عمره سنتين دقيقتين وبتزيد هل بتنصحي بهذا الأسلوب وحتى قاله إذا ملتزم فيه أنا برجع بحطه فيه بنقل الطفل بحطه بهذا المكان وأحيانا إذا كان عنده أخوي فممكن يسخروا منه فقديش ممكن هي تكون مسميرة هاي الطريقة تماما هلأ نحن نشوفه دائما بتقييم أي أسلوب تربوي هذا الأسلوب هو وقت المستقطع وقت المستقطع للأطفال أنه تحطيه بمكان معين أو في كرسي اسمه هلأ من أبل كانوا يسموه كرسي العقاب بعدين أصار صارين لطفول بطريقة مختلفة أو كرسي كذا أو ترجل كرسي التفكير تمام فيه لما نحدد مكان الكرسي تمام فيه لنقول هلأ حاليا أنت في حاجة لوقت مستقطع لو سمحت ممكن تكون بغرفتك لا تفكر بالسلوك اللي عملته أنا كتير بفضل هاي الحركة أكتر بأن المحدد مكان لأنه كتير منهم الأطفال يفكروا بسلوكيات اللي عملوها تمام شو اللي يصار ولأ آخر هلأ بين أنت ما تقدر توصل للمرحلة المناقشة الحقيقة لما منبلش مثل ما ذكرتي أنت أنه منحدد مكان ومنخلي الأطفال الآخرين يتطلعوا على أساس أنه هذا الطفل قاعد بكرسي التفكير اللي هو على أساس أنه يعني خلينا نقول عامل غلط ممكن كتير يستدعي من الأطفال الآخرين أنه يعني مثلا يهينو أو يضحكوا عليه أو يستهزئوا منه أو إلى آخر لهيك أبدا لما بستخدم أي نوع من أنواع السلوكية أو خلينا نقول طرق التأديب أو التحذيب خلينا نكون بس واضحين بأنه هل يترى في له أثار سلبية هذا السلوك تمام عادة دائما بنصح في فغالبا إذا أنت عمل شو أنه أنت في عندك أكثر من طفل ويستهزئوا على الطفل اللي عم تضط على كرس التفكير فغالبا هذا أنت لازم توقفه تماما تستخدم بدائل معينة مثل مثلا وقت التفكير بغرفتك مثلا وإنت مثلا محروم تجي لمدة ثلاث دقائق على غرفة الأعداء رجاء بالشي اللي عملتو شو هاي العبارة قداش بتختلف رجاء نفكر بالسلوك اللي أنت عملتو في أشياء خطأ صار لو بتفكر فيها بتجي تخبرني بعدين وبعدين أنا أنت نتناقش ونلقي لها حل نحن أخذ آخر اتصال معنا لليوم أستاذي رميزة إذا بتسمحيلي أهلا أهلا محمود تفضل بس حسن محمود إنه بتكون الأم مثلا قاسي مع بنتها في شي أما وبيجي الأب يتافئ عنه آه البنت الصغيرة أو الطفل بشكل عام لما بشوف أبو أبو لجل محامي بعمل شغلات الملازم يعمل ليش وجود الأب مثلا أب يحامل الصفل كيف نتخلص من الموضوع في الموضوع أنا معي شخصين عبيصير عندي صغيرة فكتير هل كتنا فاكتشفت أنه دعم أدي عمراء عمراء ثلاثة سنين ونص فاكتشفت أنه كان غيرة من أخت أخت الأصغر من الأجل الحديثة يعني بعد دعم النصري والدلال واللي بدك وانتي أحسن من أختك للصغيرة يعني أه عرضنا من قيمة أخت أخت للصغيرة ورفعنا من شاءنا لمشي حالة طوطو الحمام الطبيعي ولا كأني طفلي وعي وفهمين كنتي في حالات يعني تعزب الأهلية تلقوا لنا حل أو تعطينا النصيحة شكرا إليك محمود يعطيك العافية أهلا أخي محمود الله يخلي لك يهم أول شي السؤال الأول هو متعلق بموضوع عدم التنسيق بالتربية ما بين الأبوين تعتبر من أكتر الأخطاء التربوية وأكتر بيجل لعننا الحالات على العيادة نحن وقتنا نقيم فنبلش نسأل للأهالية عن طريقتهم بتربية أطفالهم تمام فمن أكتر الأخطاء الشائعة هي موضوع أنه أنا ومرتي تنين أطنا ما أننا متفقين على طريقة معينة بالتربية فإذا زوجتي حكت شي لما يخص الأطفال أنا بروح بيقضوا مباشرة مثلا أنت محروم من الأصل الفلانية يلا يعطيني إذا أمي حرمتني بابا بيعطيني غالبا هون بيصير موضوع الاستغلال واضح عند الأطفال تمام فبلش يفوتوا للأهل من نقاط الضعف هاي تمام وحتى ممكن يعني 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 يعملوا مشاكل ما بين الأهل بنتيجة هذا الموضوع تمام بس ما بيكون الأصل الأساسي فهذا بيشرق الأطفال على أنه أنت بتقدر تأخذ بنتيجة المحايلة مثلا أو تستغل نقاط الضعف ما بين والديك مثلا وتروح تقرب من الأبوك حتى يعطيك امتيازات معينة شعور الطفل بيقدر يتهرب بهذه الطريقة هذا بيخلي السلوكيات الخاطئة والغير المرغوبة الضل موجودة عنده تمام ما بتنفعه فغالبا لتعدينا السلوك نحن بحاجة لشي مهم جدا وهو اتفاق الوالدين على طريقة معينة بالتربية وإذا حدا منهم حكى رجاء التاني بيدعمه دائما نعمل هاي النصيحة تمام وغالبا ما بيتغيروا السلوكيات غير إذا عملوا هاي كلا السؤال التاني اللي بغهم جدا أيضا اللي هو الغيرة بين الطفلين الطفلتين فكان هو عمي يزموا بالصغيرة لحتى الكبيرة تردوا ويبطل عنده الغيرة قلينا القول تمام نفس الشي أنا بدي أرجع أنه دائما لأحالي بيسي يسألوا حالهم هذا الموضوع اللي هنا عم يعملوا عم يأذي الأطفال التانيين اللي عندهم أو لا في موضوع الأخوة موضوع مهم جدا على فكرة يعني دائما الشي اللي بنعمله مع أخ وحيد يمكن يكون ما كتير له التأثير مثل إذا نحنا عم نعمله مع طفل عنده أخوي فهلأ حاليا أنت عم برزت شخصية طفلة معينة وانت ربيت على أساس أنه تقول أنا أحسن من أختي لهيك يعني كأنك أنت عم تحاول تعطي بعض المؤشيات اللي بتخليها أنه تقول أنا أحسن من أختي أو أنا يعني خليلي يقول وجودي أهم من وجودها مثلا غالبا نحنا بحاجة وهذا بيعمل شرخ بين الأخباء على فكرة يعني لأنه بصلت الفكرة للمطفل الكبيرة على أساس أنه هي أحسن وأفضل تمام وبالتالي هي لازم تأخذ فرص أكتر إلى آخر الحقيقة الأساسي نتعاون معه الطفل لما بيجي بيسير في عنا طفل جديد طبعا غيره شعور طبيعي وبيعيش وكل الأطفال تمام الأهم أنه نبدأ ندرر بالأطفال على أن يقبلوا الطفل الجديد يقبل أن هذا الطفل بحاجة لحناننا بحاجة لضمتنا بحاجة لحضننا بحاجة لإهتمامنا بطريقة منطقية وعادلة وبسيطة حتى لو كانت عاملة تبول هذا ما بيسمح لنا أن نقول أنه أنت أحسن من أختيك وأنت أفضل أنا ما أمعلق أبدا بالعكس أنه أنتوا تتعملوا أقصى شي عندكم أنا بحترم كل الأحالي بحقيقة لأنه يعرف أنه يحاولوا يعملوا أفضل شي بالنسبة لأطفالهم لكن الأمر جدا بدنا نفكر فيه أنه ما بس نفكر بالطفل اللي عنده مشكلة بدنا نفكر كما بالأطفال التانية اللي أصلا ما عندهم هي مشكلة كيف عم يأثر عليهم هذا الموضوع إذا أنا ما حمل طفلتي الصغيرة اللي هلأ عمرها أشهر بحاجة أني أنا أحملها وتجنبت أني أحملها الدعم أختها لحتى أراضي أختها شو بكون عملتهم أنا بكون ظلم الطفل على حساب طفل آخر ووجدت طفل بأنك أنت تقدر تستحوز علي بكل ما أنت ما ما فتت على التوالد بتخليني أني ما أحمل أختها يعني أنه عم بعمل تعزيز صح؟ تهول عم بقوله كل ما حملت أختهاك مع تروح على التوالد فأتعانا عم بعمل تعزيز سلبي فهذا الموضوع في جدا من نكون منتبهين لأنه دائما مثل ما حكيت بيشو الأسعر الإيجابي وبعدين نستخدم من أفضل طريقة ممكن تكون معنا تمام؟ مع الأطفال حتى أكيد الموضوع كتير كبير وكتير مهم جدا أستاذي رميزة وشكرا لأخذنا من وقتك أكتر مما اتفقنا فممنوني كتير لهذا اللقاء المهم جدا يعني للتوعي فيه وشكرا لحضرتك على كل المعلومات الوفيدة بدي أشكركم دائما بتمنى صحة للجميع أكيد بتمنى أكيد حالات ما بيخفى صراحة دور المجتمع دوركم أنتو أيضا بعمليات التوعية يمكن من أكتر الأشياء اللي بقدرنا أعملها هو التوعية في هذا الموضوع سواء كان بالعيادات سواء كان باستخدام وسائل الإعلام فهذا أمر مهم جدا دوركم لا يخفى يعطيكم العافية شكرا مرة تعني على شكرا لحضرتك ممنوني جدا شكرا أهلا وسهلا شكرا أيضا لك اللي رفعونا وطبعونا لليوم رح نودعكم بالبس المرئي الخاص بمعينة حكيم تحدثنا عن معلومات مهمة بتتعلق بطريق تربيتنا للأطفال محاسبتهم على أخطاؤهم كيف ممكن يأثر العنف اللي احنا تعرضنا له وقدم مهم نحن نحصل أيضا على وعي كانت معنا الأستاذة رميزة الشيخ وهي اختصاصية نفسية للأطفال المراهقين وأيضا مدربة واستشارية بفريق بصيرة شكرا لك اللي يتابعونا بتمنى تشاركوا البس المباشر مع أكبر عدد ممكن من العائلات رح ودعكم بالبس المرئي الأول ونرجع لنكون معكم على الإدعاش ونصب توييد تركيا بنبض البلد يعطيكم العافية معايا نتحكيم